قال هل يوجد تناقض بين بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والآيات مثلا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وينفعل ذلك يلقى ثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البطاقة التي تطيش بالسجلات لا ما في تعرض بل الآلة الدليلين دي المجتمعات هذه البطاقة ديشنا يا أخوان زول يوم الغيامة ربنا بجيبه على رؤوس الأشهاد عنده تزعة وتزعين سجل مش فيه سجلات بتاعت حسناته سيئات تزعة وتزعين السجل مد البصر يعني قدروا متعاين دحقوا وكلهم سيئات كلهم معاصر فربنا بيقرروا بذنوبه الذنوب دي عملتا أي عملتا الملائكة ظلموك لا فربنا سبحانه وتعالى بيخرج ليه بطاقة اتخيل تزعة وتزعين سجل السجل مد البصر كلهم معاصر يمرق ليه بطاقة وديلك خطو في السجل في الميزان يعني في الميزان السجلات فيقول يا رب وما تفعل بطاقة مع هذه السجلات البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله شهادة التوحيد لكن شهادة نجيضة لا فيها قباب لا فيها أضرحة لا فيها حجاب معلق ولا فيها غيره قال فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش بالسجلات ثم يدخل الجنة الكلام ده مع الآية ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الزعل الماب يدعو مع الله إله آخر دا قد ينال هذا النوع من أنواع الشفاعة إنه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه بقية الآية هذه تحت المشيئة ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شنو لمن يشاء في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيشفاعة ربنا ليو يخشوا الجنة بمعاصيهم وبغيرهم ناس قد يعذبوا في القبر ناس 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 لكن ما بيخلد في جهنم شكرا للمشاهدة